سأل أبو ذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده قال يا رسول الله هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم كان نبيا مكلما فقال أبو ذر كما في حديثه وحديث أبي أمامه قال يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم مئة وعشرون ألفا جمًّا غفيرا هذا العدد الكبير من الرسل لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء خمسة وعشرين نبيا فقط وهؤلاء الأنبياء أيضًا الذين ذكرهم الله في القرآن لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم كلهم بعض هؤلاء الأنبياء نحن نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته فنقرأ في القرآن اسم إلياسين نعرف اسمه ولا نعرف قصته اليسع نعرف اسمه ولا نعرف قصته وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه وشيئًا من قصته نوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا في موضعين أو ثلاثة شيئًا يسيرًا من قصته لوط عليه السلام ما ذكر في القرآن إلا قصة مختصرة له ربما لا تتجاوز في بعض السور آية أو آيتين لما ذكر الله جل وعلا صالحًا وذكر هودًا وذكر إسماعيل ذكر الله تعالى شيئًا من قصصهم لكن لم يفصل لنا قصصهم كاملة وبعض الأنبياء ذكر الله تعالى قصصهم مفصلة بل نعرف حتى قصة مولده والظروف التي سبقت ميلاده فلما تتكلم عن موسى عليه السلام مثلاً تجد أن الله تعالى ذكر اسمه في القرآن أكثر من مئة وثلاثة وثمانين مرة وذكر قصته في القرآن في خمسة وعشرين موضعاً وذكر الله تعالى حتى قصة زواج موسى عليه السلام وكيف سار بأهله إلى غير ذلك من التفصيلات تقرأ في القرآن قصة سليمان عليه السلام فتعرف قصته مع الهدهد تعرف قصته مع الجن تعرف قصته مع الطير تعرف قصته مع النمل تعرف قصته حتى مع أبيه داود وتعرف قصته مع أحوالٍ كثيرة من حياته لماذا اختار الله تعالى بعض الأنبياء ففصلهم واختار الله جل وعلا أيضاً أنبياء آخرين فاختصر الله تعالى قصاصهم هذا لحكمةٍ يريدها جل وعلا لكن ربما أن بعض الأنبياء لهم ارتباط بأمتنا كموسى عليه السلام مثلاً لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان قوم موسى متكاثرين اليهود والتوراة لا تزال موجودة وإن كانت محرفة وبالتالي كان القرآن يخاطبهم مخاطبة مباشرة ولذلك بيّن الله تعالى ذلك ولئن سألتهم مثلاً جاء هذا في القرآن عن بني إسرائيل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إلى غير ذلك يتخاطب اليهود مباشرة نحن اليوم سنتكلم عن شيء من قصة سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكروه لأصحابه وخصه الله تعالى بخصائص لم يعطيها لأحد من الأنبياء غيره فسليمان عليه السلام كان يعرف لغة الطير فهم لغة النمل وهذا لم يذكر بأنه كان لغيره من الأنبياء وذكر بعض المفسرين قصصاً في ذلك ذكروا أن سليمان عليه السلام أو غيره هذا مما ذكر في بعض كتب التفسير أنه كان يمشي مع بعض أصحابه فمروا براعي غنم وإذا شات من هذا الغنم تلتفت إلى شات صغيرة متأخرة عن القطيع ثم تصيح لها بأعلى صوتها فقال لأصحابه هل تدرون ماذا تقول هذه الشات للشات الصغيرة؟ قالوا ماذا تقول؟ قال هذه أمها وهي تقول لها إلحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول قالوا فجاءوا إلى الراعي وسألوه قالوا له هل كان لهذه الشات شات قبل هذه الشات الصغيرة؟ فقال نعم هذه الشات الكبيرة هي أم لهذه الشات الصغيرة وقد كان لها بنت قبلها شات صغيرة يعني قبلها فأكلها الذئب في هذا الموضع العام الماضي فقالوا سبحان من علمك يعني فهمت ماذا قالت هذه الشات للأخرى قالوا ثم مشى مع أصحابه فمروا بامرأة راكبة على بعير وإذا هذا البعير يمشي ثم يقف فجأة ويلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي وهي تضرب فيمشي ثم يمشي ثم يقف فيلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي فتضربه ويمشي فقال لهم هل تدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة؟ قالوا ماذا يقول؟ قال إنه يقول لها إنزع الإبره التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني يعني المرأة لما أركبت الرحل على البعير كان هناك إبره ربما كانت إبره كبيرة مما يخاط به مثلا الخيام وغيرها فربما كانت ملتصقة بأسفل هذا متعلقة بأسفل الرحل فالمرأة وضعتها على الرحل فلما ركبت على الرحل ومع المشي تبدأ هذه الإبره تطعن سلام البعير فهو يقول لها قفي وإنزع الإبره من أسفل الرحل تؤذيني والمرأة ما تفهم فأوقفوا المرأة وأناخوا البعير ونزلت المرأة ونزعوا الرحل من فوق البعير ثم نظروا وإذا في أسفل الرحل إبره فعلا وإذا هي تطعن البعير إذا مشى فقالوا له سبحان من علمك فكان يفهم مثل هذه اللغة ولذلك ذكر الله تعالى لنا في القرآن أنه كان يتكلم مع الهدهد سمع كلام النملة ففهم ما قالت كان يتكلم مع الجن وإلا كيف يوجههم فإنهم كانوا من جنوده نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر تسخير الجن لسليمان عليه السلام وربما كانت الجن في تسخيرها له لها عدد من الأعمال غير ما ذكره الله تعالى في القرآن فإن الله جل وعلا ذكر شيئاً مما كانت تصنع الجن لسليمان فكان مما تصنع مثلاً أنها تصنع له الجفان كالجواب والقدور الراسيات كانت تصنع له قدوراً من حديد يطبخ فيها الطعام ومن عظم حجم هذه القدور أنها راسية على الأرض لا تنقل من مكان إلى مكان وقدور الراسيات فكان يوضع تحت هذه القدور ما يرفعها حتى يجعل تحتها الحطب ليشعل فيه النار ويطبخ فيها والجفان كالجواب الجواب جمع جابية والجابية هي البركة وكانوا يأتون إلى الآبار إلى البئر ويستخرجون منه الماء ويجعلون بجانب البئر حوضاً سواء كبيراً أو صغيراً يجعلون حوضاً بركة وهذه البركة إذا استخرجوا الماء بالدلو سكبوا الماء في داخل البركة حتى إذا جاءت الدواب تشرب إذا جاء مثلاً طفل صغير أراد من الماء لا يستطيع أن يستخرج بالدلو فهو يشرب أو يأخذ الماء من هذه البركة من هذه الجابية إذا جاءت امرأة ربما لا تقوى أن تستخرج بالدلو فيتأخذ من هذه الجابية فالجابية هي البركة فكان القدور راسية في مكانها من عظم حجمها وثقله لا يستطيعون أن ينقلوها من مكان إلى مكان والمكان أو الصحن الذي يوضع فيه الطعام هذه الجفنة التي يوضع فيها الطعام هي مثل الجابية مثل البركة مثل هذا الحوض الكبير من عظم حجمها هذا لم يصنعه له الإنس صنعته له الجن سيأتي شيء من صناعة الجن له أيضاً مما تعجبت منه بلقيس لما رأته نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر سليمان وذكر أيضاً شيئاً من يعني مما كان عنده من أعاجيب من خدمة الجن له وتسخيرها له فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوماً ثم تقدم في أثناء صلاته شيئاً يسيراً وتأخر فلما انتهى من صلاته قال لأصحابه لعلكم عجبتم من تقدمي وتأخري فقال له نعم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان جاءني معه شعلة من نار أراد أن يحرق بها وجهي وذكر الحديث ثم قال عليه الصلاة والسلام فتقدمت ففتغته يعني فدغته يعني خنقته حتى شعرت ببرد لعابه على أصابعي فكدت أن أمسكه يعني حتى تنتهي الصلاة ثم أربطه ببعض سواري المسجد فيلعب به صبيان أهل المدينة قال فذكرت دعوة أخي من؟ سليمان لما قال ربي اغفر لي وهب لي ملكاً إيش؟ لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخر الله تعالى له الجن إلى كما سيأتي تفصيله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الجن لما دعى سليمان ربه أن يؤتيه ملكاً لا يؤتيه لأحد من بعده أعطاه الله تعالى الجن مسخرة له يأمرها بما يشاء إن شاء ربطها وكما قال الله تعالى وآخرين مقرنين في الأصفات مربطة وإن شاء أطلقها فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لا أريد أن أخالف الآية فإن الله تعالى جعل الجن مسخرة لسليمان فقط فأنا لا أريد أن أخالف الآية في ذلك فقوله هنا حتى شعرت ببرد لعابه على يدي قد يشكل على البعض ويقول طيب الجن قال الله تعالى عنه والجن خلقناه من قبله من نار السموم ما هو الجن مخلوقه من نار كيف يشعر النبي صلى الله عليه وسلم ببرد لعابه فلو كان يخرج منه لعاب يعني شيء سائل بارد لأنه يقول ببرد لعابه لو كان يخرج منه لعاب بارد لأطفأ النار التي هو مخلوق منها فنقول إن أصل خلقة الجن من نار هذا أصل الخلقة لكنه الآن ليس نارا كما أن أصل خلقة الإنسان من طين خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون لكنه الآن ليس طينا يعني أنت الآن لو نقطع أصبعك ما طلع طين اطلع دم لحم ولو أخذناك الآن ووضعناك في طين وحبسناك فيه ربما مت ولا نقول لا والله إنه رجع إلى أصله فهو لما يدخل في الطين كأنما عانق شخصا آخر لقول لا أنت أصل خلقتك من طين لكنك الآن لست طينا كما أن أصل خلقة الزجاج من تراب لكن هل هو الآن تراب ولو أخذت الزجاج الآن وكسرته وطحنته لما عاد إلى التراب لأنه بالصناعة تحول إلى شيء آخر فكذلك الإنسان خلق الله تعالى بدأ خلق الإنسان من طين بدأ خلقه من طين لكن لما نفق الله تعالى فيه من روحه تحول خلقا آخر وصار حيا بعدما كان جامدا وجرى فيه ماء الحياة والدم وصار ينطق ويسمع وغير ذلك فأصل خلق الجن هي من النار لكنه الآن ليس نارا إنما تحول إلى خلقة أخرى تحدث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن سليمان في أحدث أخرى من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جلس مع عائشة رضي الله عنها فرأى عندها يعني بنات تلعب بها يعني مصنوعة من قطن وهي تلعب بها فورأى أيضا من بينها حصانا مصنوعا من خشب وهذا العصان المصنوع من خشب له جناحان فقال لها كيف هذا حصان؟ قال حصان له جناحان يمازحها عليه الصلاة والسلام فقالت أما سمعت أو أما علمت أن سليمان عليه السلام كان له حصن لها أجنحة أنت ما تدرين سليمان كان عند خيول لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت تعلمينني عن سليمان فضحك عليه الصلاة والسلام من كلام عائشة فسليمان عليه السلام كان عنده أعاجب بعضها ذكرها الله تعالى في القرآن كما سيأتي في طاعة عفارية الجن له وبعضها لم يذكرها الله تعالى لنا الجن الذين سخرهم الله تعالى لسليمان هي الجن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغها عن طريق النذر وهي التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت منه قيل إن بعض هؤلاء الجن حضروا سليمان وحضروا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ذكر في بعض الإسرائيليات وذكر أن أعمارهم كانت هي أطول من أعمار بني آدم والله تعالى أعلم بالصواب لكن الله جل وعلا ذكر استماع الجن إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَا وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ لم يقل وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُرْسَلِينَ وذلك أن الجن ليس منهم رسل البشر منهم رسل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الناس مشتقه من الإنس فالله تعالى اختار عيسى نبيا اختار موسى نبيا اختار هودا اختار صالح اختار محمدا عليهم أفضل الصلاة والسلام اختارهم أنبياء لكن الجن لم يختر الله تعالى منهم أنبياء إنما اختار منهم نذرا دعاة ولذلك قال الله تعالى وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ما قال مرسلين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به فهم منذرون لقومه وكما قال تعالى قُلوحي إلي أنه السمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد إلى آخر الآيات دليل أن الجن مخاطبون بالدعوة كما أن الإنس مخاطبون بالدعوة يقال للجن يوم القيامة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ولذلك الجن يدخلون الجنة كما يدخلها الإنس وقال الله تعالى عن الحور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا ولا جان دليل بأن الجن يستمتعون كما تستمتع الإنس والجن خلقوا قبل أن تخلق الإنس يدل على ذلك أن الله تعالى قبل أن يخلق آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هذا دليل طبعا هذا الكلام من ربنا جل وعلا للملائكة قبل أن يخلق آدم ولذلك لما خلق الله تعالى آدم أمر الملائكة بالسجود له إذن الجن كانوا عامرين للأرض قبل أن ينزل الله تعالى آدم عليه السلام ليعمرها قبل أن يجعله خليفة في الأرض لكن الجن أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وأفسدوا فأمر الله تعالى الملائكة فطردتهم إلى جزائر البحر كما جاء عن ابن عباس وغيره يعني إلى الأماكن الخاوية الخالية التي ليس فيها من المعاش والمتعة كما في الأماكن العامرة التي حول الأنهار والمزارع وما شابه ذلك فطردت الجن طردت من الأرض ما صاروا هم الذين يعمرونها ويتحكمون فيها ولا صارت لهم الخلافة في الأرض فلما طردوا خلق الله تعالى آدم وأهبطه لأجل أن يعمر الأرض فالجن خلقوا قبل الإنس وجعل الله تعالى أعداد الجن أكثر من أعداد الإنس عن كعب الأحبار أنه قال وإن كان هذا أيضا لم يثبت في دليل من القرآن والسنة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يعني يستأنس به في الكلام على كثرة الجن على كثرة أعدادهم ذكروا بأن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال إن الله تعالى لما خلق الخلق جعله سبحانه وتعالى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق ثم قسم الله تعالى هذا الجزء إلى عشرة أجزاء الجزء الباقي فجعل منه جزءا الجن والإنس وتسعة أجزاء سائر الخلق يعني الأحجار والنبات والحيوان ثم هذا الجزء الذي هو الجن والإنس قسمه الله تعالى عشرة أجزاء فجعل جزءا إنس وتسعة أجزاء جن هذا من كثرة الجن قالت ثم قسم هذا الجزء الإنس إلى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا سائر البشر إلى آخر ما قال هذا يستأنس به وإن كان ليس عليه دليل نص صريح من الكتاب والسنة الثابت لكن يستأنس به على كثرة الجن والجن منهم من أقبل واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم كما قال ابن وسعود رضي الله تعالى عن لما تكلم عن ليلة الجن لما قال الله تعالى وَإِدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآن فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من القرآن كان للجن علاقة أكثر التصاقا بنبي الله تعالى سليمان عليه السلام وكانت طاعتهم له طاعة تامة وكان قد سُخِّر له الجن سواء الجن المؤمنين الذين يطيعونه ديانة واتباعا أو الجن الكافرين أو الفاسقين الذين كانوا يحاولون أن يتفلتوا من طاعة سليمان بقدر استطاعتهم لكنهم استطاعوا ذلك لما سخر الله تعالى لسليمان الجن كان هذا التسخير مكافأة لسليمان على شيء فعله بيّن الله جل وعلى ذلك سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلها تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف على مئة امرأة وكانوا يتزوجون في أعداد النساء شريعتهم غير شريعتنا وكذلك كان عندهم التسري بالإماء ونحن قد جعل الله تعالى كما قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع ففي الإسلام لا يتزوج أكثر من أربع هم شريعتهم في طريقتها وأحكامها تختلف عن شريعتنا نحن فذكر جاء في الحديث أنه لما لم يقل إن شاء الله لم تلد لم تحمل منهن امرأة إلا امرأة جاءت بنصف إنسان يعني غير مكتمل الخلقة قيل له النصف الأعلى فقط وليس له رجلان وقيل غير ذلك فجاء بهذا الولد كما قال سبحانه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ثم أناب يعني رجع قيل جاء بهذا الغلام لما ولدته ووضع على كرسيه فلما جاء تفاجأ به وإذا هو الغلام الذي ورد له وقيل غير ذلك من أنواع التفسير لكنه قال بعد ذلك لما استعرض الخيل أمامه كما بين الله جل وعلا ذلك وجعل يراها ويعدها للجهاد في سبيل الله مالت الشمس كما قال سبحانه حتى توارت بالحجاب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي لما صلى المغرب ثم صلى العصرة ثم رجع قصة ذلك أيها الأفاضل أن سليمان عليه السلام كان صاحب جهاد وقتال في سبيل الله فأمر أن تستعرض أمامه الخيل يعني عرض عسكري فجعل ينظر إلى هذه الخيل فدخل وقت صلاة العصر ولم ينتبه ثم غابت الشمس توارت بالحجاب يعني غابت الشمس واحتجبت عنهم بالغيوم أو بالجبال ثم انتبه قال إني أحببت حب الخير يعني حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فصلى ثم قال ردوها علي ردوا الخيل نكمل العرض العسكري وقيل ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني أنه نحرها وتصدق بها في سبيل الله وهذا القول وإن ذكره بعض المفسرين لكن آخرين من المفسرين أنكروا ذلك وقالوا أولا ما فيه دليل يدل على أنه نحر الخيل الأمر الثاني أن الذي وقع من سليمان وهو يعني الغفلة أو نسيان صلاة العصر ليس كفارته أنك تقتل الخيل وهذه الخيل أصلا أنت تعدها للجهات لم تعدها لسباقات ترفع بها اسمك أو للتجارة بها ونحو ذلك أو الافتخار بها أمام الناس ما هي المصلحة من قتلها ثم غدا إذا أردت أن تجاهد وإذا أنت قد قتلت الخيل ونحرتها التي تجاهد بها فأنت علجت يعني ما وقع منك علجته بخطأ ولذلك الصحيح أنه طفق مسحا أنها لما رآها قد خرج منها العرق أنه مسح عليها لكنه لم ينحرها ولم يقتلها على الصحيح من أقوال المفسرين قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب عندها سخر الله تعالى له الجن الجن كما بيّن الله جل وعلا ذلك في آيات متعددة يعملون له ما يشاء من محاريبة وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وكذلك هنا بيّن الله جل وعلا أن الجن مسخّرين له قال وآخرين مقرّنين في الأصفاد يعني منهم من يعملون بين يديه ومنهم من هي مربّطة يعني عملت أخطاءً وعصت عليه فربّطها في الأصفاد الأصفاد هي القيود الثقيلة من الحديد وصارت مربّطة حتى يعفو عنها أو حتى يحتاج إليها ولذلك حتى في قصة وفاة عليه السلام يقول الله جل وعلا عنه فلما قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خرّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين المعنى أن سليمان عليه السلام كان يأمر الجن أن تعمل بين يديه وكان له هيبة فإذا غاب عن الجن تقعست عن العمل وتكاسلت فإذا عاد إليها ورأته الجن عادت تعمل بكل ما أوتيت من قوه ونشاط فجاء سليمان ونظر إليها واتكأ على منسأته تكأ على عصاه وهو ينظر إليها فالجن تعمل وتنظر إلى سليمان وكانت الجن تدّعي بأنها تعلم الغيب ويخاف منها بعض الإنس لأجل ذلك فأراد ربنا جل وعلا أن يثبت للجميع أن الجن ما تعلم الغيب وأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى فصار سليمان متكئا عليها على هذه المنسأة على عصاه فقبضت الملائكة روحه عليه السلام ومات فلما قضينا عليه الموتى مات عليه السلام وهو متكئ على هذه المنسأة ربما كان متكئا عليه وهو جالس يعني ليس شرطا أن يكون قائما وإن كان بعضهم فسرين يقول إن قول الله فلما خرّ يقول الخرور لا يكون إلا من قيام مثل ما قال خرّوا سجد وسبحوا بحمد ربهم قالها ربنا لما ذكر السجود التلاوة ولذلك استحب عدد نهل العلم بأنه إذا أراد أن يسجد تلاوة وإن كان جالسا في غير الصلاة يعني وإن كان جالسا استحبوا أن يقوم ويسجد وقالوا إن الله تعالى يقول خرّوا سجد وأن الخرور يكون من الواقف لكن لا يمنع أن يكون جالسا على كرسيه مثلا متكئا على عصاه ينظروا إليها ثم لما يعني ضعفت المنسأة العصى وخرّ خرّ من على كرسيه يعني خرّ من أعلى إلى الأسفل لا يمنع أن يكون جالسا فالمقصود أنه كان متكئا على العصى والجن تعمل بين يده فلما خرّ جعلت دابة الأرض التي تأكل الخشب وهذه موجودة ربما يراها بعض الناس اليوم ترى بعض الأخشاب تتآكل أحيانا من بعض الدواب التي عليها فدخلت هذه الدواب في داخلي من سأته كما يقال اليوم عن بعض الدواب التي تأكل النخل الآن أحيانا ترى لك نخلة لها جذع طويل ونخلة باسقة ما أجمل منها وفجأة سبحان الله ما تدري إلا النخلة يعني خرّت وانكسرت فجأة وإذا دابة من داخلها تنخرها سمونها سوسة النخل ولها علاج اليوم معروف عند المزارعين فهي تأكلها من داخلها وأن ترى النخلة ما أجمل من منظرها لكن فجأة تنكسر دليل أنها تأكلها من داخلها حتى تضعف عن حمل ما فوقها فكذلك هذه الدابة جاءت وصارت تأكل العصى من الداخل حتى إذا ضعفت العصى بعد وقت لا ندري كم يكون لكن بعد وقت ضعفت العصى ولم يبق إلا اللحاء الذي خارج العصى فلما ضعفت وانكسرت قال الله فلما خرّ بسبب الثقل التي فوقها فلما خرّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسببهم في مسكنهم آية مما ذكره الله تعالى من خبر سليمان عليه السلام مع الجن ما ذكره الله تعالى في سورة النمل في قصة الجن مع بلقيس وصنع الجن للصرح الذي تعجبت منه بلقيس والذي كان سببا في إيمانها سببا في إيمان بلقيس في طاعة الجن لسليمان أيهما أقوى الجن أم الإنس في هذه الآيات التي سنقرأ شيئا منها تعالوا نقف على شيئا من هذه العجاب ذكر الله جل وعلا خبر داود وسليمان عليه السلام فقال سبحانه وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَرِثَ النُّبُوَّةَ لم يرث المال لأن الأنبياء لا يورثون كما قال الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة كل نبي مهما ترك من المال فإنه يدخل مباشرة إلى الصدقات ولا يرثه من يكون من الورثة الذين العادة يرثون من زوجة وأبناء ونحوه فورث النبوة وكما قال زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرث النبوة يعني وذلك أن آل يعقوب كانت نبوة تتابع معهم وتتناسل فزكريا كأنه يقول يا ربي لا أريد النبوة تنقطع عندي مادام أنها تتابعت من أجدادي لا أريدها تنقطع عندي فهب لي ولدا يرث النبوة مني حتى لا أكون أنا يعني موضعا قطاع النبوة في سلسلة النسى من بني إسرائيل فيقول هنا يقول ربنا جل وعلا وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده ما أنواعهم من الجن هو الذي مدار حديثنا اليوم والإنس والطير فهم يوزعون يوزعون يعني يدفع بعضهم بعضا من شدة ازدحامهم جعل سليمان عليه السلام يسوقهم بين يده حتى إذا أتوا على واد النمل واد النمل سمي بذلك لكثرة النمل فيه والناس يسمون الأشياء بكثرة ما فيها فيقول لك مثلا هذا وادي الغضاء إذا كان شجر الغضاء كثير فيه يقول لك هذا وادي العقارب إذا كانت العقارب كثيرة هذا وادي الثعابين إذا كانت الثعابين كثيرة فيه فهذا الوادي إما لطبيعة التربة يصلح أن النمل يعني يبني فيها بيوته أو غير ذلك من الأسباب لكن المقصود أن النمل كان كثيرا فيه فسمي بوادي النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة لم يفهم كلام النملة من المجموعة كلها التي مع سليمان إلا هو قالت نملة يا أيها النمل هذه النملة عملت أربعة أشياء نادت وأمرت وعللت واعتذرت يا أيها النمل نداء أدخلوا مساكنكم أمر ليش ندخل مساكننا نحن ما ندخل المساكن إلا مع غياب الشمس لماذا تأمريننا اليوم في وسط النهار أن ندخل المساكن فعللت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وحتى ما تشعر النمل بأن سليمان ظالم ومعتدي قالت النملة وهم لا يشعرون وهذا من العدل الذي يربين الله تعالى عليه بل يا جماعة حتى في أسلوبك أنت إذا كنت تأمر غيرك لو كان عندك مثلا ولدك فقلت يا ابني لا أريدك أن تمشي مع فلان قال لك لماذا لا تقول له أنا أبوك وأنا الذي أتحكم فيك لا تسألني لماذا نفذ وبس خطأ المفروض أنك تخبره لماذا من حقه يا أخي أن يسأل لماذا النملة وهي نملة تتكلم مع نمل تحترم عقولهم وتبين لهم السبب احترم عقله يا أخي قل يا ابني أني مثلا أسمع منها الفاضا سيئة أو هذا الصبي يدخن فلا أريدك أن تخالطه أو لا يصلي أو ما شابه بيّن السبب الذي يدعوك قلت لامرأتك مثلا لا تزوري أختك فلانا قالت لك ليش لا تقول أليس أنا زوجك لحق الطاعة خلاص انتهى الموضوع لا تزوريها لا من حقها أن تسأل ليش من حقها أن تبين له السبب ولذلك الله جل وعلا حتى في تحريم الأشياء يذكر السبب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ثم بيّن سبب التحريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ها عرفتم السبب قال الله فهل أنتم منتهون بيّننا لكم السبب فهل أنتم منتهون وغير ذلك من الأشياء فالنملة تعلل تقول يا جماء يا أيها النمل لا تظني بأن سليمان ظالم ترى سليمان ما يدري عن كن لا تدعو على سليمان ولا تظني أنه ظالم وهم لا يشعرون فلما رأى سليمان عجب كلامها وحسنه وحسن تعبيرها ورأى حرصها على من معها وأنها ما نظرت إلى مصلحتها فقط قال الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين هنا قول سليمان عليه السلام أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي هذا شعور بنعمة الله المتجددة عليه كلما رأيت نعمة من الله تعالى عليك ربما حرم منها غيرك فينبغي أنك تشكر الله تعالى عليها إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها الإنسان لما يستيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني إذا انتهى من طعام حمد الله إذا لبس ثوبا حمد الله إذا خرج من الخلاء حمد الله على أن أذهب عنه الأذى وعافاه كلما رأيت نعمة إذا دخلت إلى بيتك ورأيت أولادك يقبلون عليك والله ما فيهم أحد مثلا في عقله مس من الجنون ولا منهم أحد معاق أو قل يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي غيرك يدخل إلى بيته فربما يرى هذا معاقا ويرى هذا مجنون ويرى هذا مصاب بمرض إذا ركبت سيارتك وشغلتها وسقت السيارة بنفسك ورأيت نفسك تتحكم بعينيك ويديك ورجليك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي غيرك ربما يحمل حملا كما يحمل المتاع يحمل إلى السيارة وتقاد به ولا يملك حتى أن يحرك الذباب عن أنفه لو استقر عليه إذا دخلت إلى الخلاء ثم قضيت حاجتك بنفسك وخرجت اعلم أن غيرك لا يستطيع أن يصنع صنيعك غيرك يأدخل الطعام إلى بطنه عبر الأنابيب ويخرج بالتحاميل والأدوية والضغط على بطنه ولا يدري أنه خرج منه الغاطل إذا شم الرائحة ويلبس الحفاظ أنت إذا قضيت حاجتك ورأيت أن الله قد عفاك في جسدك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إذا رأيت ستر الله على بناتك وبناتك يرجعن من المدرسة وهن مستورات عفيفات وغيرك ربما في بلدان تختطف ابنته أو تغيب ولا يدري أين هي قل ربي أوزعني أن حفظ الله عرضك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إذا وضع الطعام بين يديك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك سليمان هنا يسمع كلام نملة ويحمد الله تعالى على أن فضله عليها أن جعله بشراً وجعلها نملة ولو شاء الله لجعله هو في موضعها وهي في موضعه ويقول وأن أعمل صالحاً ترضاه يا ربي أنت أعطيتني مالاً أعني أن أعمل صالحاً ترضاه بهذا المال أعطيتني منصباً أعني أن أعمل صالحاً ترضاه بهذا المنصب أعطيتني جنوداً أعني أن أعمل صالحاً ترضاه بهؤلاء الجنود أنت كذلك إذا رب العالمين أعطاك عقلاً ومالاً أعطاك جاهاً أعطاك منصباً أعطاك علاقات اجتماعية احرص على أن لا تكون هذه النعم سبباً في غضب الله عليك قل وأن أعمل صالحاً ترضاه ثم قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين قال الله وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه ثم بيّن أنه قد يكون له عذر وأنت تلوم أو لا يأتيني بسلطان مبين الهدهد أين ذهب الهدهد خرج من فرسطين وقيل خرج من العراق على خلاف أين كان سليمان فقيل أنه خرج من فرسطين ثم مضى يطير وتوجه جنوباً حتى قطع الأردن وقطع جزيرة العرب حتى وصل إلى اليمن يعني قطع آلاف الكيلومترات ثم نظر فوجد مملكة وجد امرأة تملكهم لها ملك عظيم وعندها ما عند الملوك لكنه رآهم إذا طلعت الشمس أو غربت سجدوا لها فهم يعبدون الشمس فثار الهدهد كيف تشركون بالله ورجع إلى سليمان قال الله إن سليمان هدت كيف يغيب الهدهد من غير استئذام مني ولو فتح المجال كل واحد يغيب كما يشاء ما بقي أحد عندهم الجنود فلابد أنه يهدد تهديداً يخيف الباقي قال الله تعالى هنا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد يعني انتظر غير بعيد وقتاً يسيراً فقال الهدهد راجع إليه فقال أحطت بما لم تحط به أنا عندي خبر يا سليمان ليس عندك وجئتك من سبأ بنبأ يقين أنا جئتك من سبأ بنبأ ليس إشاعة وإنما جئتك بنبأ يقين أنا متأكد منه إيش النبأ والخبر إني وجدتم لأ امرأة تملكهم طيب هذا عادي وانت جاي تنقل لهذا وعامل قضية عادي امرأة ملكة على قومها إيش المشكلة وأوتيت من كل شيء أيضاً عادي ما هي ملكة على قومها هل تريدها ملكة لا يكون لها ملك تحتها أكيد أنها أوتيت من الأرائك ومن الطعام ومن الذهب ومن الفضة ومن القصر طبيعي ولها عرش عظيم أيضاً طبيعي ما هي ملكة لازم تجلس على عرش تريدها تجلس على الأرض مع خدمها إيش الغريب أيها الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ يعني الحب في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وسكت الهدهد الهدهد يا جماعة رأى في سفرته أعاجيب كثيرة رأى أعاجيب في جزيرة العرب رأى قوافل رأى أنهار غريبة ربما في اليمن أو في جزيرة العرب رأى ربما أعداداً من الناس حيوانات غريبة لم يشغل سليمان بذكر تفاصيل الهدهد يعلم أنه يتكلم مع رجل مشغول ما عنده وقت يسمع تفاصيل أعطني الزبدة فهو لما جاء عند سليمان ما حدثه بعدد جنودها ولا بلون ثيابها ولا بلون العرش ولا بنوعية طعامهم ما أشغله بهذا أعطاه المعلومة ترى فيه امرأة هناك عندها ملك كبير لكن يا سليمان ترىهم يعبدون الشمس وسكت وهذا يا جماعة منهج في من يتكلم مع شخص مشغول أنت لو مثلاً اتصلت بالمفتي بتسأله لا تعطي قصة حياتك أعطاه السؤال وانتهينا مثلاً اتصلت مثلاً سواء ببرامج الإفتة في التلفاز أنا أتعجب أحياناً من بعض الناس اللي يعطي تفصيلات ليس لها داعي مما يرفع ضغط المفتي أحياناً تلقاه يتصل السلام عليكم كيف الحال يا شيء؟ والله بخير تفضل سؤالك عساك طيب يا شيء والله بخير الله أنساء سؤالك الله يحفظك والله أنا أحبك في الله بارك الله يا شيخ نتابع دائماً برامجك وبارك الله فيك سؤالك الله يحفظك أنساءك بخير يا شيخ والله عياني حتي يحبونك في الله نحن نخلص دقيقة كلها تعبيرات يشكر عليها لكن ليس هذا وقتها بارك finishing all that سؤالك سؤالك الله يحفظ طيب طيب سؤالي سؤالي أنا يا شيخ عندي خالة وحدة بالس تبس والمفتي يقول هذا يسأل عن الإرث أو لماذا؟ وبعدين كنا بنطلع العمرة أنا والوالدة وقالت خالتي أريد أن أذهب معكم أعتمر يعني قصدك يا ولدي أنك محرم لها أدري أني محرم يا شيخ ليس هذا سؤالي طيب أعطنا سؤالك بعدين قالت خالتي أبي أروح أعتمر معكم وبعدين رحنا ومرنا التأخرت علينا قليلاً ولكن بعدين طلعت لنا يا شيخ في السيارة ومشت معنا عطنا السؤال يا ولدي طيب يا شيخ هذا السؤال انتظر قليلاً وبعدين وصلنا الميقات وأحرمنا وكانت معي واحدة من خواتي ما قدرت تحرم وقالت خلاص مني معتمرة طيب كمل وبعدين وصلنا مشينا في الطريق ومسكنا التفتيش وبنشرت علينا السيارة ويعطيه سبع ثمان دقاء قصة وبعدين يكون السؤال والله لا لها علاقها بأخته ولا بالإحرام ولا بالعمرة ولا بخالته السؤال أننا وصلنا الحرم والإمام يصلي العيشة ونحن ما صلينا المغرب ماذا نفعل؟ والله كذا ما نفعل؟ نحن نصلي المغرب ولا نصلي العيشة ولا؟ بعدين يقول لماذا زعلت يا شيخ؟ لماذا؟ زعلت لأنك ترفع ضغطي طبيعي أني أزعل يا أخي عطني السؤال على طول قل أنا دخلت الحرم وما في داعي أعرف كم عدد خواتك وما اسم خالتك ونوع سيارتكم والمخالفات التي جتك وكم مرة صورتك ساهر؟ هل التفصيلات هذه لا تهمني؟ أعطني السؤال مباشرة هنا الهدهد يعني بعض الناس يقتدي بمثل هذا الهدهد اختصر أنا أتكلم مع سليمان سليمان ما عنده وقت يسمع تفصيلات يسمع قصة حياتي واش سبب ذهابي وكم عدد الناس اللي رأيتهم في الطريق وعدد طيور اللي شفتها وهل عطشت واحتجته إلى ماء ولا لا؟ ما يحتاج سليمان هالتفصيلات أنا أعطيه الزبدة أنا وجدت مرأة تعبد الشمس يا سليمان كيف تتفاهم مع هالمرأة؟ وبس سليمان عليه السلام لما سمع هذا الخبر ما اتخذ قرارا مباشرة لا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين نتأكد من كلامك مع أن الهدهد يقول إني رأيت ما قال أنا سمعت عنها والله أنا قرأت قصتها لا يقول رأيتها بعيوني ومع ذلك يقول ابنتأكد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ثم أعطاه ورقه كتب فيها سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين مختصر دائم القوي ما يحتاج كثير كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه مسيلمة اليوم تنبأ مسيلمة وقال أنه نبي أرسل كتابا للنبي عليه الصلاة والسلام وقال من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله يعني هو يرى النبي خلاص السلام عليك ثم قال أما بعد فإن الله قد ابتعثني نبيا كما ابتعثك نبيا فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين وأرسل كتاب للنبي عليه الصلاة والسلام قرئ الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قوي ما يحتاجي يكثر كلام لمسيلمة قال اقلبوا الكتاب واكتبوا حتى لا تستعملوا ورقة جديدة ما يستاهل اقلبوا الكتاب واكتبوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين القوي ما يحتاجي كثر كلام اللي واثق هنا سليمان ما كثر كلام كتبها الكلمتين وعطاها لهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون انظر إيش يقررون إيش اللي يحصل ذهب الهدهد ودخل من بعضي فتحات القصر وألقاه في حجرها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان كيف عرفت إنك كتاب كريم لأنه مرتب وهكذا ينبغي يا جماعة عند التراسل مع الآخرين أن تكون مرتبا مؤدبا في نوعية الورقة خطك الذي تكتب به حتى يا أخي رسائل الجوال يعني بعض الناس أحيانا يعني أنا أحيانا أرسل طلابي مثلا في الجامعة الشعبة مثلا يكون في طالب هو اللي مسؤول عن الشعبة يعني عندها أرقام زملائه وإذا أردت شيء يقول أرسل لي زملائك كذا فتجدني أرسل لي مثلا أقول له السلام عليكم مرحبا يا ولدي كيف حالك وكيف حال والدين هل استلمتم المذكرات من قسم التصوير في الجامعة ولا لا مع دعائي لك وسلامي للوالد أنا مترطف ما هي سبعين حرف محسوبة عليك استثمرها المفترض يرد علي إيش يقول وعليكم السلام مرحبا يا شيخ ولا مرحبا يا دكتور نعم استلم المذكرات وتزاكر الخير على حرصك تدري إيش يرسل لا خلصت الرسالة لا أنا الحين قاعد أكتب سلامة وصبح كالله بالخير وسلمني على الوالد وإشلونك يا ولدي وأتلطف معك أنا أشب غابك عشان أتلطف معك يعني وأنا المعلم وأنت الطالب وترسل لي لا يا أخي بقي في رصيدك ثمانية وستين حرف استفد منها أو تجدني مثلا أرسل إلى أحد زملائي أدعوه إلى عشاء مثلا عندي مثلا وليمة وكذا فأقول مثلا سلام عليكم وفلان كيف الحال بكرة بيتعشى عندي فلان وفلان وبصراحة المجلس لا يحلو إلا بحضورك ودنا تشرفنا وحضورك شرف لي وأقعد أكتب الرسالة خمس دقائق فلعلك تسرنا بحضورك فلا خير وحط استفهام يبتجي وإلا أنت بجاي المفروض لا يكتب يكتب الله يكثر خيرك ويغنيك والله أني ودي لكني مرتبطة في السفار لأن آخر الرسالة فهل تشرفنا بحضورك لا خلصت والله أنا أرحمهم هذا ودي أخذ دورك كذا عند الهود هدو سليمان الملكة بلقيس تقول هذا الكتاب غير عادي هذا مرتب والخط جيد والورق جيد إني ألقي إلي كتاب كريم الرسالة معجبتها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يعني مستسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا اللي هم مستشارين نحن ألو قوة وألو بأس شديد ألو قوة يعني عندنا جنود كثر وألو بأس شديد عندنا سلاح مثل ما قال الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وألو بأس شديد نحن جاهزين لمعركة ندافع عن بلدنا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين القرار عندك يا بلقيس قالت شوف الفرق بين قرار الرجل وقرار المرأة المرأة دائما تميل إلى حل الموضوع بهدوء والانسحاب إذا رأت الجد هكذا طبيعتها تنسحب بهدوء ما أبغى مشاكل فهي ما تريد مشاكل قالت ما إيش لنا في الحرب والقتال قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله وكذلك يفعلون قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون أنا بشوف هل سليمان يدفعه إلى حربنا الرغبة في ملكنا أم يدفعه إلى حربنا أنه يريد أن يكافح الشرك ويدعونا إلى التوحيد أبختبر إن كان فرح بالهدايا واستبشر بها وظهر عليه النهم وهو يفتش هدايانا عرفنا أن الرجل يريد الدنيا كل شهرين ثلاثة نرسل لكم صندوق ذهب ويسكت وإحنا نعبد الشمس وإن كان الرجل مهتم بالهدايا هذا لازم نتفاهم معه بتفاهم آخر فأرسلت الهدايا مع رجال استخبارات ليس رجال عاديين رجال قالت لهم إذا وصلتم إلى سليمان وأنزلتم الصناديق أريدكم تعرفوني مشاعره وهو يتعامل مع الهدية هل فرح واستبشر وصار يفتح الصندوق ثم الصندوق الآخر وينظر أو أنه ماهتم عند قضية أكبر منها أريدكم تدرسون للرجل دراسة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان لما جاء الجنود والقوم من عندها يحملون الصناديق فيها من الذهب والفضة والملابس الحسنة وأنواع القماش وربما وأنواع الطعام التي يمكن أن تحفظ لأنهم حتى يسيروا من اليمن إلى فلسطين يحتاجون كذا شهر فلما جاء سليمان لما جاءوا بالهدايا قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أنت فرحان بهذه الهدايا فرحان بكم صندوق ذهب جبتها فرحان بكم صندوق من الحرير أتيت بها أرجع إليهم أرجع أنت وياب هداياكم لا تفتحون ولا صندوق ولا صندوق ولا أدري إيش في الصناديق أرجعوا على طول بالهدايا فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون يقولون إن سليمان قال فلنأتينهم بجنود يصل أولهم إلى اليمن وآخرهم ما خرج من فلسطين بعد من كثرتها ولنخرجنهم منها أذلة تكبرتم عن التوحيد نأتي نقاتلكم وهم صاغرون لما وصل الخبر عندها مباشرة أرسلت لي سليمان قالت أنا جاية أنا جاية إليك أن تقول أتوني مسلمين يعني مسسلمين أنا جاية مسسلمة أتفاهم معك فأراد سليمان عليه السلام أن يبين لها أن الملك الذي عندي هو من الله وليس مني فأراد أن يأتي بعرشها عنده مدام هي طلعت من القصر نأتي بالعرش وذكر في علة ذلك أنهم كانوا يعتقدون في ذلك الحين مملكة سبأ أن العرش إذا نقل انتقل الملك معه يعني اللي يملك مملكة سبأ اللي على العرش لو تنقل العرش إلى مكة صارت مكة هي اللي تحكم اليمن كذا كانوا يعتقدون أو لو قامت بلقيس وجاء واحد واستولى على عرشها وهي وهو في اليمن صاره الملك بدالها كانوا يعظمون العرش تعظيما فأراد بهالعرش اللي هو سر قوتكم أجيبه عندي هنا قال يا أيها الملأ يكلم الجن والإنس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين آه هنا جاءت خدمة الجن له قال عفريت من الجن عفريت يعني عظيم من عظماء الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قبل أن تقوم من مقامك قيل كان سليمان يجلس بعد طلوع الشمس إلى غيابها يحكم بين الناس وغير ذلك فيقول له هذا الجن قبل لا ينتهي الدوام قبل ما تغيب الشمس قبل ما تقوم أنت وتتركنا العرش عندك يعني يحتاج ساعات فرأى سليمان للوقت طويل مع أن أولئك يحتاجون كذا شهر حتى يصلوا قال الذي عنده علم من الكتاب قيل هو رجل عابد من جندي سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قيل يرتد إليك طرفك قبل أن تحرك طرفك طرف عينك وقيل إنك الآن تنظر بطرفك بعينك إلى رجل بعيد فقبل أن يصل ذلك الرجل البعيد اللي هو مدى عينك مدى بصرك قبل أن يصل إليك يحتاج مثلا عشر دقائق مثلا يكون العرش عندك لم يحددوها بالساعات والدقائق لأن لم يكن هذا موجودا عندهم فحددوها بما هو عندهم ولذلك حتى الصحابة لما تكلموا عن فرق ما بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم في رمضان كان يأذن الأول يأذن الثاني قالوا كم بينهما قالوا مقدار قراءة خمسين آية ما عندهم خمس دقائق وعشر دقائق يقول الله تعالى عنه هنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقروا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أراد سليمان هنا أن يمتحن عقل بلقيس وأن يتأكد من أمر ذكره الجن له ذكره الجن له الجن خافوا أن يتزوج وذكرها في الإسرائيليات يعني خافوا أن يتزوج سليمان بلقيس فيعظم ملكه فقالوا يا سليمان إذا جاءت بلقيس انتبه لا تتزوجه قال لماذا؟ قالوا إن أمها جنية ودلالة ذلك أن ساقيها ساق عنز هكذا الدعو هذه من الإسرائيليات عموما يعني تذكر على سبيل الاستملاح يعني ولا تقر يعني قرارا تاما فأراد سليمان ينظر إلى الساقين يتأكد فأمر الجن فصنعوا له صفائح من الزجاج ثم أمر بأعمدة من الزجاج فصنعت غرست الأعمدة في الأرض ووضعت صفائح الزجاج فوقها أجري الماء من تحتها ثم وضع العرش فوقها فصار الذي يرى عرشها يظن بأن العرش يسبح فوق الماء شوف عظم الملك وهذا لم يصنعه له إلا الجن قال الله قال نكروا لها عرشها نكروا يعني غيروا تعالوا مثلا إلى الجزء الأيمن مثلا فيه الماس أزرق ضعوه في الجزء الأيسر هنا في حرير أحمر نزلوه تحت وجعلوه لتحت فوق هكذا غيروا نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك نظرت إليه قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح قال لها سليمان تفضلي ادخلي عند العرش فلما رأته حسبته لجه يعني ماءا متراطما وكشفت عن ساقيها وإذا هما ساقان عادية قال إنه صرح ممرد من قوارير ممرد يعني مصفى لدرجة إنك ما تستطيعين أن تري الزجاج من شدة صفائه فلما رأت ذلك علمت أن هذا ليس من صنع بشر وأنه لم يسخر له الجن إلا الله وأنها لا تستطيع أن تحارب سليمان ولا أن تعارض التوحيد الذي يدعوها إليه قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فهذا أيها الإخوة والأخوات خبر ما ذكره الله تعالى عن سليمان عليه السلام تدارسناه في هذه الساعة المباركة أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحبارة وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وتفرقنا من بعد تفرقا معصومة وأن يكفينا وهياكم ويكفي بلادنا وجميع بلدان المسلمين أن يكفيها الله تعالى الفتنة ما ظهر منها وما بطن وأسأل الله جل وعلا أن ينفقنا وإياكم لكل خير وأشكر الإخوة الكرام في هذا الجامع المبارك تنسيقهم وحرصهم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا